أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم تداول المستثمرين مصطلح اليوم هو الأسهم الممتازة أو الرقائق الزرقاء وهي أسهم الشركة القيادية القوية جدا من الناحية المالية مع سجل حافل من العائدات والإنتاج وكمية معتدلة من الديون وهي أيضا شركة التي عديها أسم قوي في مجال الصينغة التي التواجد فيه وتعتبر المنتجات أو الخدمات التي تقدمها رائدة هذه الشركات تكون عادة شركات الكبيرة الموجودة في الأعمال التجارية لسنوات عديدة وتعتبر مستقرة جدا لا يوجد أي مطلب رسمي لإعتبار شركة شركة ممتازة قد يكون الحجم الهائل للشركة كافيا لتقديم بعض الاستقرار للمستثمرين تعطي السوق التقييمات العليا لأكبر وأبطل شركات على حد سواء ولذلك لا تزال قيمة السوقية للشركات تشكل مؤشر جيين للمستثمرين لقد جاء اسم الأسهم الممتازة من لعبة البوكر حيث تعتبر رقائق الزرقاء الأعلى قيمة وينظر إلى الأسهم الممتازة على أنها استثمار أقل تقلبا امتلاك أسهم في الشركات لا تليس لا هي أسهم ممتازة لأنه لأسهم الشركات الكبرى وضع مؤسسي في الاقتصاد يمكن المستثمرين شراء أسهم الشركات القيادية من أجل ضمان نمو المطرد في محافظهم الاستثمارية عادة ما يتبع السعر الممتاز للسهم عن كثب مؤشر S&P500 ترجمة نانسي قنقر